وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدحموا زيادة كميات توريد القمح كما وجه رئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء التموين والتخطيط والزراعة وعدد من المسؤولين حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظمة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية أضاف متحدث رئاسة أن رئيس السيسي اطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية كما تابع الرئيس السيسي مستجدات الموسم الحالية لزراعة القمح على مستوى الجمهورية